رئيس الجمهورية استقبل أيضا وزير الحج والعمر السعودي سيد تفيق بن فوزان الربيع اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبدالعزيز خلاف ووزير شؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي وعقب الاستقبال أدل وزير الحج والعمر السعودي تفيق بن فوزان الربيع بالتصريح التالي تشرفت بلقاء فخامة الرئيس وكان لقاء رائع ومتميز يؤكد عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الجزائر فهناك تقدير كبير من خانم حرمين الشريفين يسمون العهد للجزائر والعلاقات والله الحمد دائما قوية والتواصل مستمر وأنا أتيت في زيارة لبلدنا الجزائر وهذه أول زيارة الوزير الحج للجزائر لنؤكد ترحيبنا بجميع ضيوف الرحمن الجزائر وترحيبنا بجميع المعتمرين بأي عدد بدون أي قيود وكذلك ترحيبنا كذلك بالحجاج هذا العام وخصوصا أنه ولله الحمد عاد الحج إلى عداده السابقة بدون أي قيود عن عمر وتم الاتفاق على تحديد حصة للجزائر ب41.300 حاج ونحن كذلك نؤكد حرصنا على تقديم كل التسهيلات للحجاج وترحيبنا بهم ونؤكد كذلك على عمق العلاقات القوية التي أكدها فخامة الرئيس ونؤكدها كذلك من المملكة على هذه العلاقات الأخوية والوطيدة والمستمرة على مر العصور فنقول نحن ندعم كل ما يساهم في توطير علاقات بين الشعبين وبين البلدين وأشكر أخواننا في الجزائر على حسن الضياف وعلى حسن الاستقبال فكاد زيارة موفقة ونتائج مثمرة ومرة أخرى كل شكري وتقديري